الخلاف بين وزير الصناعة جورج بوشيكيون ومدير عام الوزارة داني جدعون لا يزال يتفاعل فبعد قرار مجلس الوزراء حالت جدعون على الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل وما أحدثه القرار من مواقف كاثوليكية أعنفها للبطريارك يوسف العبسي دعا التجدد للوطن إلى الشماع طارق حضره جدعون الأخير شرح المواد القانونية التي تحصن صلاحيات المدير العام علما أن حرب الصلاحيات ومرجعية منح الشهادات الصناعية والإيجازات تشكل أحد أسباب الخلاف مع الوزير وبعد ساعة من النقاشات أعرب التجدد للوطن عن هواجز فعلية لدى طائفة روم الكاثوليك من محاولات لتهميش الطائفة وإبعادها عن مراكز القرار مؤكدا بيان البطريارك العبسي الذي اعتبر القرار مشحفا وواجب التصحيح يطالب التجدد للوطن بالعودة عن القرار المتخص في مجلس وزراء وبعالجة الموضوع وفقا للأصول الإدارية الضامنة لحق الموظف بالاستماع إليه قبل وقفه عن العمل منعا لتفاقم الأمور والدخول في سلبيات تسيء إلى السلطة الإجرائية بحيث تحفظ كرامة العاملين في الإدارة العامة واستبعادا لأي استثمار سياسي في قضية إدارية بحتة وعلمت الأم تيفي أن اتصالات تجري مع ميقاتي لإيجاد مخارج منعا لأي استغلال سياسي علما أن لا تعليق حتى الساعة صدر عن وزير الصناعة جورج بوشيكيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر